موسيقى موسيقى ندوز الوحد البريوش بريوشية فرنسية الأطل اسمتها وبعد ذلك البريوش كانت تغير بريوش عادية يعني الوحد تفباتيسي اجابها معه كانت فرماتي في بولونيا ورجع لفرنس واجاب معها بريوش ولكن شفت لي معطل المسافة تذكر أنه يفقيها بسير ويزينها بكريم باتيسيار وزبيل ومنين قدمها الملك ديالهم في ذلك البريوش عجبته بزاف وتصادف أن هذا الملك كان يقرأ ألف وليلة وليلة حكاية ألف وليلة وليلة وطلق عليها اسم علي بابا ولكن معاموره الزمن يعني سهلوا تسمى بغير بابا والسبد له يعني تزين بالكريم بالكريم باتيسيار وزبيل بالكريم شانتي وقطع الفواكه ايه ايه زادوا عليها إضافات مشكور على هذه المعلومة الله يبرك فيك بالنسبة للمقادر سوف نحتاج لهذه البابا بشكل كيرو كيف يبرك في المال نحتاج له وجوه من 12 جه وازحة 100 مليلتر عصير الحامض وعود القرفة واحد بنسبة لتزيين كي ندهن هاد البريوش لبابا ياما ندهنها بمئة قرام ديال كونفيتور ديال مشمش السائل اولا غير بالناباج وغادي نزيينها كذلك بالكرمة ديالشانتي يعني نحتاج لبواطة ديال قشدة الطرية بواطة واحدة ومع القرص غير ديال فانيلة سائلة 30 قرام ديالسكر غلاسي وشوية ديال فوكي على حساب المتوفر لعدنا اما الفراز الكيويت راح ننخلطو اللي عدنا موجود نستعملو نستعملو بي ايه بالنسبة لطريقة ديال العزم نحطو دونك الدقيق ومتين جرام ديال دقيق وخمستاشر جرام ديال خميرة الخبز وعشرين جرام ديال الساندة وربع جرام ديال الملح ومع القرص غير ديال فانيلة سائلة فالإناء ديال روبو وإنما كانت ديال روبو ننخلطو به هاد المقادر ونزيدو البيض وحده بوحده وننعجنوها دونك نزيل كتكون خفيفة بزيف كان عدنا روبو غالي يعني غالي سهل لنا المأمورية نعجنوها بدك لفر بلات خاصة بالبريوش مكاش عدنا ونحطوها بفيلم أليمونتر ونحطوها تخمر واحد الساعة يعني بالنسبة لي كان نحطوها كان نشغل فران ونحطوه على 150 دراجة يسخن شوية وكانت فيه وكان نغلف هذا الإناء اللي في العجين بفيلم أليمونتر أو بشي من ديال المقيد وكان نخليها في الفران يعني دقيقة تخمر لي ايه من بعد ما تخمر كان ندلكها شوية نحطوها من هاداك لغاز إلا أننا نسألنا إلا بوش أدوي بلاستيك يعني جدا من الحجم الكبير نتكبوها هاداك العجينة ديالنا ستخرجها في هاداك الجيب حلواني يعني ذاك للي ديال البلاستيك العادي نحطوها ما نديروش العادي ينقصوها على تقريباً يعني القطر ثلاثة سانتيب من ديال الابوش ونخرجها مباشرة سنطيبوها في المول ديالكيكا العادي إذا أردنا الغيبز بدافقة مزيان ونخرجها بلابوش في الداخل المول إذا لم يكن شعدنا نردروا شوية طريقة فوق السطح المطبخ ونلويوا هذه الكلاب غيوش على شكل بودة طويلة يعني نحبوها ونكون في شيء 50 سنتيمترا قريباً ونزلوها في المول الذي يمدهون دائما غير بدافقة مزيان لذا نغطيها ونخمرها حتى تطلع مزيان يعني تقرب الفم بالمول وندخلها الفران على درج 180 دراجة يعني حتى الطيب وتحمل شوية أفوال ماشي دراجة 180 بل 200 دراجة الطيب تقربة ما بين 25 إلى 30 دقائق يعني سنراقبوا يعني الطيب دياله وكل السيداء لحساب الفران دياله يعني ذاك اللون ديالك يكون شوية حمامر من تخشم الفران إيه نحن نضع الغراب من الفران ونضعه فوق غراب من الفران ومن بعد، لدينا شيء يتبسي الغارق ونضع الغارق ونضع الغارق ونضع الغارق ونضع الغارق كامل ونضع ثلاثة سوية لتشرب الغارق ونضع الغارق أفضل الغارق ثلاثة ساعات، كافية ومن بعد، لقد نضع الغارق من الفران ونظع الغارق لتشرب الغارق مع سكر غلاسي 30 غرام ومع القصغر ديالفاني نطلع الكخيم فرش تكون باردة مزيدة لتطلع لنا الكخيم شانتيية ونضعها بلابوش نضوقها بلابوش من الفوق من بعد ما نكونو ديجاد هنا بالنقص نضع وريدات بلابوش الكخيم شانتيية وتسابق الوسط يعني في الوسط بلابوش البلاسة الفارغة نعمرها بالفواكيه الفواكيه يعني اما الفرازي اما الكيوية اما غير تفاح يعني اي فاكيه موجودة نخلطه يعني يجي واحد المنظر زويون وبالنسبة لديك خيم شانتيمين بوشي وها فوق الغيوش نحكو رشي شوية دي القشور الحامض يعني هرا في حيث السبسات تجي منعيشها هكا بتشكل فعلا تمارك الله عليك اللي عطيك الصحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة